اختتم المبعوث الجديد لمنطقة القرن الافريقي جيفري فلتمان زيارة لسودان ضمن جولة شملت مصر واثيوبيا وريتريا لبحث قضية سد النهضة والتوترات الحدودية بين السودان واثيوبيا وتأتي زيارة جيفري فلتمان متزامنة مع زيارة قام بها رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية رئيس الاتحاد الافريقي للخرطوم لبحث مسارات حل أزمة سد النهضة خطوات نحو حل لأزمة معقدة هكذا يأمل الرئيس الكونغولي رئيس الاتحاد الافريقي فيليكس تيشي سيكيدي في زيارته للخرطوم إلى السطح ومن دون تفاصيل برزت مبادرة كونغولية بشأن سد النهضة مبادرة وضعتها الخرطوم قيد البحث مع التشديد على موقفها المبدئي من قضية السد نحن نعلم تماما الفوائد الكبيرة التي سيجنيها السودان من هذا السد وكذلك تجنيه أثيوبيا ومصر ولكن هذه الفوائد لا تكون إلا بوجود اتفاق قانوني وملزم ويشمل مسألة الملء ومراحله ويشمل التشغيل بصورة تفصيلية في المشهد أيضا حضور أمريكي يمثله مبعوث الولايات المتحدة لمنطقة القرن الإفريقي حراك يقرأ من قبل كثيرين هنا على أنه محاولة لتخفيف التوتر المتصاعد لكن من دون مؤشرات لحل قريب حصل أنها هي الجهود الدولية التي تمثلها أمريكا والجهود الأفريقي التي يمثلها رئيس الاتحاد الأفريقي لا نظن أنها ستؤدي إلى حل في ظل تمسك أثيوبيا بحقها في الملء دون التوصل إلى اتفاقها من الملزم إلى أطراف الثلاث كذلك هناك تصعيد من قبل السودان ومصر من جانب وردود فعل متصاعدة أيضا من أثيوبيا واتهمات متبادلة يقترب الموعد المعلن من قبل أثيوبيا لملء سد النهضة فيتصاعد الموقف هنا وتتسع دائرة التوقعات حول طريقة تعامل مصر والسودان مع الخطوة الأثيوبية وهي خطوة تأمر الخرطوم أن تتم بتوافق يضمنه ويوافق عليه المجتمع الدولي وفود كثيرة بحثت وتبحث في الخرطوم بلفي سد النهضة والحدود مع أثيوبيا دون نتائج حتى الآن فالتوتر مستمر في الملفين والخلافات الجوهرية لا تزال حاضرة نزار البكداوي العربي الخرطوم المعنى من الخرطوم يوسف سراج الدين البحث السياسي من سال خير أستاذ يوسف هل تنجح الوساطة الأفريقية فيما فشلت في الوساطات الأخرى خصوصا أن نسمعنا قبل أيام قليلة أن أثيوبيا والمسؤولين الأثيوبيين صرحوا بأنهم يفضلون الوساطة الأفريقية على الوساطة الأخرى سواء الإقليمية أو الدولية مثل الأمريكية مثلا نعم مساء الخير عليك أهلا حقيقي هي المبادرة الموجودة الآن الأفريقية هي ليست بجديدة باعتبار أن ملف سد النهضة قال إلى الاتحاد الأفريقي ومنظمة الاتحاد الأفريقي بعض وصوله إلى مجلس الأمن الدولي لأحال القضية للاتحاد الأفريقي الجولات السابقة كلها تمت تحت مظلة الاتحاد الأفريقي لكن التعنت الذي كان يحدث من الجانب الأثيوبي يمكن لم يكن يأتي بجديد وكان سببا في تعسر وفشل كل الجولات السابقة التي كانت تحت مظلة الاتحاد الأفريقي بخلاف أنها كانت الدورة السابقة للاتحاد الأفريقي كانت برعاية رئيس جنوب أفريقيا أما الدورة الحالية هي برئاسة رئيس الكنغو الديمقراطية الذي وصل الخرطوم الآن ويبزي الجهود مضنية وجديدة باعتبار إعادة الأطراف إلى طاولة المباحثات لكن لم يكن في الأمر جديد صحيح أن الجانب الأثيوبي دوما وأبدا ظل يتمسك بهذه المباحثات تحت الرعاية الأفريقية لكن المهم في هذا الأمر هو النتائج السابقة لم يكن الجولات السابقة لم تكن ذات أثر واضح ولم تجاوب على كثير من الأسئلة المطروحة الآن باعتبار أن القضية الآن هي لا تزال تراوح مكانها لا يزال الموقف لدى دولتين المصب في الخرطوم والقاهرة واضح ومتجلي في أمره وحيد هو الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم يجتمل الجوانب الفنية يبعث على الإطينان الكافي بأن مسألة تشقيل صد النهضة لا تعود بأضرار على دولتين المصب موقف السودان ومصر ولكن إثيوبيا لديها موقف مختلف طبعا متمائز تماما على هذا الموقف المؤشرات تفيد بأن إثيوبيا ذاهبة بالتجار ملء الثاني للسد ولذلك أسألك ما ردت الفعل المتوقع حينها لنقل على الأقل من الخرطوم كيف تتصرف الخرطوم حينها؟ نعم للمتتبع يرى أنه خلال الأيام الماضية سمت جولات دبلوماسية كثيفة جدا جرت من قبل دولتين المصب سوى كان في الخارجية السودانية أو حتى المصرية جولات فيها تنوير واسع جدا للدول الإقليمية ذات الصلة بملف صد النهضة أيضا على المستوى الدولي هذا مغرونا مع المبادرة التي قد طرحها السودان بأهمية أن تجلس الأطراف تحت وساطة سماها رباعية فيها الولايات المتحدة الأمريكية منظمة النمو المتحدة الاتحادين الأوروبي والأفريقي في حين ظل الجانب الأثيوبي يماطل ويتمسك بمسألة الاتحاد الأفريقي هذا دون جدوى لكن أنا أعتقد الآن بعد التسلم للرئيس الكنغولي لإدارة الاتحاد الأفريقي وملف صد النهضة تحديدا أعتقد أنه الآن هناك مبادرة طرحها لدى الخرطوم وغالت الحكومة هنا أنها تدرس هذه المبادرة التي لم تصح عنها بشكل كامل ولكن المتوقع أن تجتمل هذه المبادرة الآن على أهمية أن يكون هناك خبراء دوليين موجودين الآن كل الأطراف الدولية باتت ذات صلة وذات علم كافي بملف صد النهضة لذلك أنا أعتقد أن الآن الجانب السيوبي ضاغط عليه مساحة المناورة التي كان يعتمد عليها كثيرا رغم أنه لا يزال يلوح بعملية الملء الأحادي التي ترفضها بشكل واضح دولتين المصب لكن في ظل هذا المشهد الآن شكرا لك سنديوس ستراجدي من الخرطوم شكرا جزيلا لك